اهلا بكم في حصة مغاربية البداية مع مخرجات مشاورات القاهرة بشأن المسار الدستوري الليبي حيث تم الاتفاق أثناء الجلسات على نحو 137 مادة من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها لانتخابات القادمة البيان الختامي لاجتماع لجنة المسار الدستوري كشف عن توافق المشاركين على تشكيل لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص مواد دستور وإحالتها إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للنظر فيها كما تم الاتفاق مبدئيا على أن تكون هناك جولة أخرى ضمن مشاورات المسار الدستوري في بداية شهر يونيو القادم وسط تقدم ملحوظ وتوافق على عدد كبير من مواد مساودة الدستور الليبي جاءت مخرجات الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما انتهينا إليه تقريبا من بداية الجلسات وعلى ما استنتت عليه الجلسة الأولى باتفاقنا على إيجاد النقاط الخلافية في الدستور الليبي طبعا بدأنا بهذه النقاط ومعالجة الدستور وما فيه من خلافات لأن معروفة أن مسودة 2017 المقدمة من لجلة الستين توجد فيها اختلافات أو وجهات نظر لا تتفق مع متطلبات الشعب الليبي وحول القضايا العالقة لا سيما التي عرضها المجلس الأعلى للدولة في ليبيا كانت المشاورات تسير وفق منهجية إعلاء لغة الحوار والتفاوض مع تقديم تنازلات من أجل الليبيا والليبيين نحن نعلم أن الإجراء القانوني الصحيح هو اتفاق المجلسين أي عمل آخر يعتبر تدخل سواء من البعتة أو من منظمات أخرى أو خارج الإطار المجلسين فهو يعتبر عمل غير قانوني ومعرض للفشل أو معرض للطعن القانوني وأربما نطلب من دولة مصر السقيقة مساعدتنا في تدليل هذه الصعوبات المستشارة الأممية استفاني ويليامز علقت على اجتماعات المصار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة بأنها تتسم بالتعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا اجتماع الفرقاء السياسيين الليبيين في القاهرة واختلاف مساحات الأغذ والرد بين قضايا سياسية وأخرى تشريعية وكذلك قضائية إلى أنها اتسمت بروح التعاون والإيجابية بهدف التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية تقود البلاد إلى توحيد كامل لكافة مؤسستها علي طواب قناة الغد القاهرة ولمناقشة أوفة لهذا الموضوع ينضم إلينا ضيثانا من العاصمة المصرية القاهرة أحمد الفيتوري الكاتب الصحفي الليبي ومن ترابلوس عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ أبدأ معك سيد فيتوري وكيف تقيم ما تم التوصل إليه اليوم في القاهرة أهلا بك وأهلا بضيفك وبالمشاهدين أنا أقيم حدث في هذا اليوم حول الاتفاق على 70% مواد وثيقة الدستور التي هي 195 مادة كما أقيم الانتخابات في لبنان أو الانتخابات في العراق أو الأوضاع في تونس أو الأوضاع في السودان هي بالحقيقة أوضاع لا يمكن على الإطلاق أنك تتفائل أو تتشاعم وبالتالي يمكن هنا يصلح استلاح الذي نحته الكاتب الفلسطيني أمي الحبيبي أنك تشبح متشائل يعني هذه الوضعية التي نعيش فيها في المنطقة تدعو إلى أن المرء لا يستطيع أن يحدث بالضبط أو يعرف ماذا يمكن أن تذهب إليه الأمور نحن كنا في قريب قد وصلنا إلى الانتخابات يوم 24 ديسمبر وبالتالي نحن اليوم أيضا ونفس الشخصية السيدة أوليومنز هي التي تبشر هي البشير تبشرنا اليوم بأننا نذهب إلى اتفاق وحاول مسألة أخرى انتهينا من مسألة الانتخابات وذهبت إلى الرياح نحن نأتي الآن إلى مسألة الدستور وتبشرنا بأن هناك أمال ومعقودة وعالنا على هذا الاجتماع الذي تم كما أشارت الأخبار اليوم لكن الأوضاع في نفس الوقت عندما نتابع مثلا النشر منذ قليل نجد أن إيرنيت الشكي من أن تركيا ترفض أن يتم تفتيش باخرة تذهب إلى مسراتها أيضا هناك تحركات منذ فترة بسيطة بشاغة ذهب إلى إسطنبول وعادة من إسطنبول إلى طرابلس مباشرة ولا أعتقد أنه قد ذهب هناك ولم يحصل على الموافقة إلى الذهب إلى طرابلس إذن الأمور تبدو تدعو إلى الاسترابة والشكوك أكثر مما تدعو إلى التفاعل ولهذا أنا بدأت بمصطرح المتشاعل حول الوضع الذي قائم في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام وحول الوضع الاتفاق الذي تم أو الاجتماع الذي تم هذا اليوم والاتفاعل على أساس أن هناك اجتماع سيكون يوم 11 يونيو القادم بعد أن تقدم ما تفمى الاتفاق عليه إلى مجلس الدولة وإلى مجلس النواب عندما ننخص المسألة بأننا نحن في الحقيقة لسنا في شيء جديد بالمعنى الكامل ولكن عبارة عن شيء قديم وعدها تعديلات وفيه بدل يعني اسمح لي أن أنتقل إلى سيد محمد محفوظ يعني سيد محفوظ فيما تتفق أو تختلف مع سيد فيتوري فيما يعني في تقييمك لما حدث في مفاوضات القاهرة وهل أنت متفائل أو متشائم أو متشائل كما تفضل السيد فيتوري مساء الخير تحية لك وللسادة المشاهدين ولذيك الكريم أعتقد أنه إلى حد الآن ما حصل في القاهرة ليس بالشيء الكبير جدا فيعني مسألة الحديث عن توافق على 140 مادة تقريبا في مشروع الدستور في تقدير هذه المواد ليست محل خلاف منذ البداية أساسا كلها مواد تتعلق بالنصوص الغير جدلية متعلقة بالسلطة القضائية بالحكم المحلي بالحقوق والحريات ولكن المواد ذات الطابع الجدلي منها قضية اللغة والهوية قضية العاصمة قضية السلطة التشريعية قضية السلطة التنفيذية مهام الرئيس شروط الترشح للرئاسة هذه كلها تظل محل خلاف وإلى حد الآن لم يتم التوصل فيها إلى أي نقطة توفقية طبعا مجلس النواب والدولة تعرجوا لهذه النقاط ولكن كانت حدة خلاف كبيرة جدا حتى داخل اللجنة نفسها مجلس النواب ليس متوافقا على نصوص بعينها وأيضا مجلس الدولة غير متوافق على نصوص وبالتالي أنا أعتقد أن الحديث لا زال مبكرا على وجود توفقات إيجابية متعلقة بالمسار الدستوري في القاهرة لطالما لم يكن هناك نصوص تمت إعداد لها نصوص توفقية متعلقة بهذه المواد مواد نظام الحكم بشكل عام فأعتقد أنه لن يكون هناك اتفاق على قاعدة سوريا على أقل تقدير في الأمد القريب الأمر الذي يجب التأكيد عليه أنه الضغوطات الدولية خاصة من الجانب الأمريكي الذي كان هناك لقاء جمع السفير الأمريكي بالرئيسي المجلسين مجلس النواب عقيلة صالح وأيضا خالد المجلس اسمسي على الدولة ومنما إلينا أن هناك كان في تحديد مهلة معينة إلى الواحد والعشرين من يونيو وهو الموعد الذي تنتهي فيه خارط الطريق للمرحلة التمهيدية الشاملة أعتقد أنه كان هناك حالة من المهلة إلى هذين الرئيسين باعتبار أنها بعد ذلك الوقت ربما يتم اللجوء إلى خيارات أخرى بعيدا عن عمل المجلسين وأنا أعتقد أنه لزال حديث مبكرا كما أردف وأن المجلسين في تقديري يصعب جدا الحديث على وجود توافق بينهم لأنه أعتقد أنه حدة الخلاف واسعة جدا في هذه المسألة وستزداد وتتضح شيئا في شيئا في الأيام الماضية يعني هنا أعود مرة أخرى إلى السيد أحمد الفيتوري هذه النقاط المتعلقة بالنظام الحكم لماذا لم يتم التوافق حولها ما المعرقل حتى الآن وإلى أي مدى يمكن أن تصل الأطراف إلى حلول بشأنها هو أمور أن يكون أن تكون هناك اختلافات حول هذه النقطة أو تلك هذا من طبائع الأمور ليس أمرا خاصا بالمسألة الليبية أو خاصة بمثل هذه الاجتماعات وفي كل المسائل حتى في المسائل الحياتية وبالتالي أن يكونوا مختلفين حول مسألة نظام الحكم وأنا أعتقد أنه إذا صح ذلك وتأكد فهذه نقطة مهمة أتمنى أن يكونوا مختلفين حولها وأتمنى أن تأخذ وقتا من النقاش لأنها هي المسألة الرئيسة في الحقيقة بقية المسائل من الممكن الاتفاق عنها بسهولة لكن هذه مسألة حول نظام الحكم في ليبيا هذا النظام هناك مسألة معقدة فيه هذا نظام لا أعرف بالضبط ماذا يمكن أن يكون بدأوا ذهبوا للانتخابات فقالوا نريد رئيس الجمهورية دون أن يحددوا مصلاحيات رئيس الجمهورية هل هذه الدولة نيابية أم دولة رئيسية أو ما إلا ذلك إذن مسألة أنهم يذهبوا بتحديد مسألة نظام الحكم في الدستور أعتقد أن لو كانوا حقا أنهم اختلفوا حول هذه المسألة فأن هذه المسألة تستحق أن نختلف حولها وتستحق وقتا إضافيا ونقاشا أكثر من أجل الوصول إلى التحديد رأي نهائي يفترض وجازل ويفترض أننا أو أعتقد هكذا أننا لو أننا حقا فعلا لجنة التي تجتمع الآن هناك وفاق من أجل ما ستصدره سيكون هناك وفاقا أو اتفاقا عاما عليه وأننا سنعتبر هذا الدستور هو يذهب إلى الاستفتام واشرة إذن أن يكون هناك اختلافات أن يكون هناك وقت للنقاش هذا أمر أساسي ومهم وضروري ولكن يعني سيد فايتوري ليس وليس اختلافا يعني أسمح لي أن نتقل بالسؤال إلى سيد محفوظ يعني مسألة الوقت طال الوقت وكلما طال الوقت كلما ازدادت الأزمة تعقيدا البعض يلقي باللائمة على الأطراف الدولية لسيما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في تعقيدات الأزمة الليبية والبعض الآخر يرى أن حل الأزمة الليبية هو بين أيدي الليبيين أنفسهم ما رأيك في هذا الكلام؟ فكرة أن الحل بأيدي الليبيين هذا أمر بديهي لكن الأعتقد أنه الأمر الهام أنه ليس هناك نية للأطراف الدولية بأن تدع الأطراف الليبية تضع تصنع الحل طالما كان هناك حالة من التدخلات الدولية فأعتقد أن هذا الحل لن يكون قريبا بالمطبع نحن ندرك جيدا أن هناك مصالح متقاطعة للمجتمع الدولي بشكل عام للدول الإقليمية بشكل خاص أيضا مصالح المتقاطعة هذه تؤثر بطبيعة الحال على مستقبل المشهد السياسي الليبي بشكل مجمل ولكن لطالما كانت هذه الحالة المتقاطعة والاستقطار بالسياسي الدولي موجود في ليبيا فنحن لن نجري انتخابات مؤكد هذا الأمر والمؤكد أخي الكريم أنه الذي أوقف انتخابات 24 ديسمبر في أطراف دولية هذا هو الأمر الذي يدركه جميع الليبيين وأنه عندما كان هناك ترشح لبعض الشخصيات التي كانت لم يتوقع أو التي لم يرد لها أن تترشح لانتخابات أوقفت هذه الانتخابات بأوامر دولية الآن في هذا الأمر المسار الدستوري مجري في القائرة يجب أن نركز جيدا أن مجلس النواب والدولة ليسوا على توافق على إنهاء المرحلة الانتقالية أو بالأحرى ليس هناك رغبة حقيقية للدخول في الانتخابات لأن مسارة الاستمرار والتمديد بالنسبة لهما هي مصلحة مشتركة وتوافق على الاستمرار هو أمر بديه بالنسبة له هناك تصريحات تخرج من كل المجلسين أننا نريد انتخابات أننا نريد قاعدة دستورية ولكن نحن ندرك جيدا أن الأعمال التي تقام والأفعال التي نراها من المجلسية تنافي تماما هذا الأمر تنافي ما يريده الليبيين وما يقال حتى في شاشات الإعلام أننا نريد انتخابات لكان فعلا هناك نية صادقة لجراء انتخابات فالطريق إلى ذلك واضح وقصير وبسيط لكن إن استمر هذا المسلسل العبث الآن لأنه كان يراد صديقي العزيز أنه في القاهرة في الثاني عشر من إبريل الماضي أن تنتهي جولات القاعدة الدستورية في عشرين من إبريل ولكن تلك المجلسين سبب في أن تكون هناك جولة ثانية الآن هناك حديث على جولة ثالثة وأنا أؤكد لك إن ظلت هذه الظروف وإن ظلت هذه المعطيات التي نراها الآن فلن يكون هناك أي جديد في الجولة الثالثة أنا الآن ما جرى الآن في الجولة الثالثة صحيح هناك حديث على أنه 140 مادة تم التوافق عليه ولكن كما أكدت أن هذه المواد ليست نحل خلاف من أساس بالتالي ما أخرج الآن ما أخرج وما تم تسريبه أن هناك توافق على 140 مادة أعتقد أنه في حالة من إضفاء يعني إنقاص الضغوطات لأن هناك ضغط دولي كبير جدا على المجلسين وشاهدنا هذا الضغط حتى بعد الاشتباكات التي حصلت في طرابلس يوم الثلاثة الماضية عندما دخل رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتح بشاغ إلى طرابلس رأينا هذه الضغوطات ورأينا تأكيد أمريكي بريطاني مصري على فكرة عمل المجلسين وأنه يجب كما وصفه يجب على مجلس النواب والدولة أن يخرجوا بتوافق وأن هذا التوافق هو الذي ينقذ الحالة السياسية وهذا الانسداد السياسي ونحن نؤكد على هذا الأمر ولكن الحقيقة أن من هم موجودين في القاهرة إن لم يكن هناك دعم دولي ودعم مصري بشكل خاص لا أعتقد أن هتين اللجنتين سينتجاه عنهم أي جديد لأن النوايا واضحة والعرقلة واضحة والأفكار بينهم متقاطعة بشكل كبير حتى داخل اللجنة نفسها لذلك الحديث عن تعديل نصوص دستورية أخذت هيئة الدستور منها أكثر من ثلاث سنوات حتى وصلت إلى هذا الصيغة أعتقد أنه سيكون صعب التكاون بأنه سيكون إيجابي نعم طيب يعني سيد فيتوري كنت ألحظ أنك تريد التعقيب أو التعليق على من قاله سيد محفوظ بهذا الشأن سواء فيما يتعلق بالدور السلبي الذي تلعبه القوى الدولية والإقليمية في تعطيل المسار أو حتى غياب الرغبة بين المجلسين على التعجيل بالانتخابات والتعجيل بحل الأزمة فما تعليقك؟ سيد حسن أنا أسف أنا لم أسمع لم أسمع سيد محفوظ طوال الوقت طوال هذه الحلقة لم أستمع إليه إطلاقا والآن أيضا صوتك لا أستمع إليه هناك مشكلة في الصوت طيب سأعيد السؤال مرة أخرى يعني سأعيد السؤال مرة أخرى لا تسألني أنت لكن أنا لم أستمع إليه نعم هل تسمعني الآن جيدا؟ أنا أسمع ما قاله سيد محفوظ في هذا السؤال بالتحديد والذي أرغب في تعليق منك عليه هو أن الأطراف الدولية يعني تلعب دورا سلبيا في إطالة أمد الأزمة وعدم الحل وأيضا أن المجلسين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب كلاهما يعرقل أيضا من مصلحته تعطيل الوصول إلى الحل وتأجيل الانتخابات فما رأيك في هذا الكلام؟ أنا منذ عشر سنوات أكتب مقارن أسبوعيا واصطلحت على أن المسألة الليبية هي الحل فيها هو الحل هناك توجه دولي وتوجه إقليمي وحتى توجه محلي إلى أن يكون الحل لا حل لأن هناك إشكلات تنافس معروف لكل الأطراف منذ اللحظة الأولى متنافس أوروبي أوروبي الإيطالي الفرنسي الشهير تنافس فرنسي روسي أمريكي تنافس في الإقليمي أيضا وهناك سراعات داخلية وقد سميت المعارك التي تتم في ليبيا هذه معارك بالوكالة والأطراف الموجودة في ليبيا هي وكيلة لهذا الطرف أو ذاك بالتالي هذه المسألة تم مناقشة فيها وتم خوض فيها كثيرا وقيل فيها الكثير خلال العشر سنوات أن المسألة الليبية ليست في الحقيقة مسألة ليبيا أن المسألة الليبية مسألة ذات شأن خارجي والدور الخارجي يلعب فيها دور رئيسي منذ مارس سنة 2011 المعدة قرار مجلس الأمن 1973 لحماية المدنين والذي صدر في مارس سنة 2011 مسألة ليبيا موجودة على المسألة دولية وجود الأمم المتحدة يؤكد أن المسألة الليبية السيدة ويريام سيا شبه رئيسة للوضع في ليبيا السيد السفير الأمريكي تقريبا يتحدث في كل الشأن الليبي اليوم وأمس يتحدث كل المسؤولين الليبيين مع السفراء الذين يبدو كان لهم دور رئيسي في المسألة الليبية وقد شرنا إلى الباخرة التركية التي تم تنع على أن يتم تفتيشها هذا يدلل على هذا الدور بالتالي هذه المسألة مسألة الدور الخارجي وليس محتاج إلى تأكيد هذا بوضوح الشمس في كل لحظة ومنذ كما شرط 2011 إلى هذه اللحظة الآن هناك تعقيدات خاصة تمس المسألة الليبية لأن المسألة الليبية كمان أشارت هي مسألة دولية الآن المشكلة أن الأطراف الدولية لديهم مشكلة أكثر تعقيد وأكثر أزمة وأكثر شأن اهتماما بهم بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة اللي هي الحرب في أوروبا حتى دعيت بالحرب العالمية الثالثة وخطرتها وإلى ذلك الأطراف الآن التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في ليبيا التعت في مسألة معقدة أو مسألة كبيرة وهي حرب التي في أوروبا الحرب أوكرانيا وروسيا وهذا بكتأكيد جعل المسألة الليبية تخطو إلى الخلف حتى أننا خلال الفترة الماضية كنا لا نجد أي خبر عن ما يحدث في ليبيا كما لم يحدث في السودان وما إلى ذلك بخص المنطقة العربية لأن الحرب الأوروبية هو حدث مهم وضحت الفكرة شكرا جزيلا لك سيد أحمد الفيتوري الكاتب الصحفي اللي بي كنت معنا من السيدوهات الغد بوسط القاهرة ومن طرابلس العاصمة في ليبيا عبر السكايب شكرا منصول إلى سيد محمد محبوظ الكاتب والباحث السياسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر